هدفا منها لزيادة الوعي العام للأفراد والمجتمعات بمشكلة الجوع التي تعاني منها عداد هائلة في العالم وبهدف تعزيز التضامن الدولي لمكافحة الجوع وسوء التغذية والفقر وتسجيع التعاون الاقتصادي والتقني بين الدول النامية تفاعل المغاردون تحت هاشتاغات عدة عربية وغربية مع يوم الأغذية العالمي والذي اعلنته منظمة الأغذية والزراعة الفاو في 16 اكتوبر والذي يصادف تاريخ إنشاء المنظمة في عام 1945 منظمة الأمم المتحدة بدورها تفاعلت عبر حسابه الالكتروني الناطقي باللغة العربية في تطبيق تويتر حيث نشرت تغريدة تضمنت دعوة للاستثمار في الأمن الغذائي والتنمية الريفية لينعكس ذلك على تغيير مستقبل الهجرة كي تكون خيارا بدلا من أن تكون ضرورة كما نشرت المنظمة مقاطع توضح نسبة الهجرين حول العالم هربا من الجوع المغاردون تداول صورا تضمنت مجموعة من الفعاليات التي شاركت بها دول عدة أحياء لهذه المناسبة إضافة إلى أنفوغرافيك يشرح حقائق عن الهجرة وأسبابها وتأثيراتها ودور منظمة الفاو في مواجهتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر